السلام عليكم كديري لابس عليكم تمنى تكونوا مزيانين باخر وعلى خير كالعادة كان منهرنا بالصلاة على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه لقيتوني غدا مع الزوج ديالي اليوم على الطباب عنده الكنترول وقلت غدا يمشي غدا نانو بنتي معاه ان شاء الله يعني نشوفوش عن قدر ندخله بجوجه اولا غدي ندخل عيوحدة لكن انت هتدخل عيوحدة انا غدي ندور كنتمى السوق غدي ندور فيه لا قدرس ما نصور شي حاجة غدي نصورها ما قدرتش ان شاء الله احنا انتم ما معايا مهم ده بلحقنا السبيطار سبيطار هو هدا غدي ان شاء الله نشوف شمنو غدي ندير مهم عمشوا نقلبوا اللول غدي يقلبوا على الباركر المهم ما بغوا في دخلوني معاهم فاتساعة هادي رجعت ندور شوية في السوق ولكن ما ما قدرتش نصور لكم منتم ما وليت رجعت قلت غدي يمشي للسوبر مركادو يعني نجيب شي حاجات لي نقصة لي للدار شريت غيش شي حاجة خفيفة مهم وصلت دبع بحالي للدار لقيتوني الصخيرة اللي جيبت من الليدر كان نقص لي كليب جيبتو ومنتم عاود دوسل عندو واحد الخضار شفت الخضارة عاودت من عندو واحد شوية هيدا الحاجات اللي هما قدرت عندو شي دبنجل ستيتم زيون انا غدي نوجده معاكم اليوم ان شاء الله اللغضة جيبت من عندو دبنجل وجيبت من عندو البطاطة جيبت البطاطة الغليضة وبطاطة رقيقة يعني بالسليق وتل الطياب جيبت الساكل وثلاثة ثلاثة وليت عاود جيبت هدي البطاطة حلوة جيبت مهم الصخرة انتم ما كتعرفوها بحال دائما دائما ناقص خاص خاص جيبت اعزاكم الله البابل ديالابابو جيبن دداهن جيبن هيدا قهوة جيبت هدي الحليب هدا اللي رجعت كان نشربه دبا رجعت كان نشرب هات الحليب دلوس جيبت صلصة ديالما طيشة فريتا والما بطبيعة الحال يا ديك لقيتوني دبا غادي ندر الغداء اليوم عندي الغدوية عنا نعجل الخبز درس شوية ديال الالفين و نص 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 فين و نص طحيل ملحها خميرة درس شوية السكر و غادي نعجل الخبزة ديال الضار اللي ماختكم حادقة اللي لا قلت لي مالا غادي نشارك معاكم وخا ما يعني الضار معملتي شي لانبيسة غي بجري بجري قلت غادي نشارك الغدوية معاكم من بعد ما عجلت و ديالكتو السالسة أنا كان شمر دبا عندنا مشوية تزويتا نخليها تخمر وعندوز اللغداء إن شاء الله بيحاولي الله العجينة دايما حاولوا تخليها تخفيفة كتجي وعلى دبعنا سنسنا بالخبز ديال الضار يعني اللغداء هذا دائما كان عجين أما الفطرة يعني هذي كسير نكون مهار و رزقه يعني هذي كدبينجال غادي نخسله غادي ننظفه إن شاء الله مزيان وغادي نقطعه يعني هيدا فوسط النص نحيد له ديك شي اللي هو مدير وغادي نقسمه على الأربعة باش نعمل له شوية الملحة وغادي نعمل له فلكسيكس وإن شاء الله غادي نرده يتبخر يومعي كل غداء ديالي يعني خفيف دريف مش شي حاجة اللي هي ولكن كل نهار و رزقوا اللهم أديمها نعمة وحفظها من الزوال هاي وهذا الشي اللي كاين المهم يسمحوا لي لديك النهار تقال تعليكم بالشكة ولكن الحاجات اللي هما كي يضروا والله العظيم وندم يشوفتها يقول الله يهدي النفوس والله يهدي مخلاق واللي عنده شي ولداته والله يحفظهم له وكانت من نور الخير الجاميع والله يعطي ندري يحلال كام دين وهليش أعدب شي أم على وجه الدنيا أو لاشي حاجة وكيبقى اختلاف الأراء من جيه الجيه وهدو كان قولهم المتتبعين ديالي الوافيين وكانشكر كينا وكانشكرها بزاف وكانقول لها لاحظ ويحفظ لك وليداتك وهم دا بالقسوني غاد ينغطي غيب وحل البلاستيك يعني اللي بغي يغطي غطي اللي بغى لا ولكن يسرع الطياب لعنة البلاستيك غدائي مع الدبينجل من يكون يتبخر أو لأي مكلة تبخر تسرع الطياب وغاد يتبخر باش ندوزع وتنوجد معاكم الغذية والأساسية في هاد الغذية هذا أنا هاد الأيامات مع الزوج دي ما كيخدم شي شاقل كانت غدى وطر ربعة يعني دائما مأخرين فهات الساعة هدي جا الابن دي اللي يرضى عليه هي هدي الجبل وحد جود البيتزات وطرطية باش يتغدى معه سعصب نعاجنا الخبز بارك الله يخمارات الله يخمر خميرتنا جميع ويرزقنا سيدة ربي الزكا والبركة في الجراء وفي الخدمة وفي الشغول وينوي شي حاجة الله يعطيها له علاقة دنية دي وكيف ما كان نوع دي لها نوي المزيان يجي المزيان وما نتبين نحنا غير المزيان للجميع إن شاء الله بحول الله مهما ندرجي خبيزات ولكن خبيزات ماشي الدق خبيزات كبار كان عجل نهاري ونهار لك نملك خبيزات باربعة بنا يعني كي كيف يكفونا مال والفطور للفطور كو نهار ورزقو نهار حرشا نهار غيفا نهار غيب ونهار كي كو كومير يعني كو نهار ورزق دي له إحنا هنا في الغربة إحنا رحنا يعاوة كو نهار ورزق بنادن كيمشي علاقة استطاع ديالو وكل واحد كيمشي علاقة جويم ديالو علاقة حالو قدتوني كان قررس أنا ما قررس شي في القصرية لأن القصرية عندي صغيرة والخبزة شعن قول لك عملت خبيزة واش من خبيزة ايو الله خبيزة ديالت برد القلب المهم أنا كان قررس عن ملف اللاطة عجبني نقررس بسميدة مش كدار ذيك القشرة الفق نياد السميدة كدير الخبز من قرر ملا شوية وكل واحد يعمل الحاجة اللي هي اللي كتعجبو هاد الفيديو غي تحفيزي أنا ما كان علمت شي واحد أنا كان شارك يوميات وكان حفز كوم وتحفز وشكرا لالناس اللي دخلوا عندي اليوم شكرا لكم ولي جي عندي مرحبا والناس القدامين كان كلهم تنتم ومرحبا بكم والمهم هاد الخبزة هي الخبزة الثانية هنا شنو طح البالي غادي نطيب قلت عندي رطنجية مرا كشية يعني بالدجاج ولا كل وحد شنو كي يسميها مقيلة جات شعن قل لكم احنا تغدين وسألين والله العظيم اللي جات الديدة الديدة والله العظيم يعني كان شكرها يعني بنية مشيعية هيداك عملت هنا عملت القصبر حبوب يعني واحد المغرفة الصغيرة ديال ديال الكافي وهنا يا عملت الكامون جات واحد المقيلة شعن قول لكم يعني ما ما نتذكر وش اللي كنتم نتجرب هنا عملت شوية ديال التوم يعني حكيتها وعملت واحد دريسة اللي هما صحاحين جوج ولا ثلاثة أنا هنا عندي ثلاثة الفخيضات ونص في الصدرة هنا شوية ديال السمنحار أنا قللت من نوع لقي بالوليدتي ما كي ياكلوش ودلت شوية هد واحد الكاس ديال ما سخون في زعفران الشعرة وعملت اللوب ديال ليمون محسا هو عملت نص كاس ديال زيت الزيت وواحد شوية ديال الزعفران البلدي هدا كاختياري أنا كعجبني ندير فقط مش كي شو بردي كل اللي بغا يعملو و اللي ما بغا شي ما يعملو شي وقع نعملو فوق البوطة وغاد نخلي هي غلى الشع عشر ديال الدقايا كلي كيش ديريكت ولكن هدا كلي كتشد على الجيش ديريكت ما كي يجي شي بحل دبا بهالطريقة هذي لخلي تغلى وقلب تذيك الفخيدات فلوس ديك المرقة وهي كتغلى كتغلى كتجي جربوها وكانت من تجربوها وتضع لي الخبر مهم غاد ندير شوية دليمون تاوام سيار منغر اللوبل يستو في الأول وحنا غادي ندقة دقة مهم هنا يصفي غاد رضي فوق البوطاء وغادي نتسن عليه يغلى مره 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 نحرك ونقلب ونغلي في ديك توابيل هدوكت كي يشبرو هذا من يرضي تخليط تغلى مشي سعود نفوك شوية دل القشوع لانك جامع سبارك الله وانا ما عندي شي لماشين أو لبابخية كعيط ولا هنا يا اخر شي واحد يقول لي شنو هاد لماشين ولا لبابخية المهم انا خدام كنغسل القشوع والله العظيم يلا دازلي السعاد غيان كنغسل وكنهدرو انا وبنتي يلي كنت كتصورني حديت ومغزل المهم هنا كنقلب انا كنغسل القشوع وانا اشتركوا في القناة موسيقى من بعد ما تبخر لبنجال هنا في واحد المقلة زيت زيت العود اللي عيكون شوية بالزايد وشوية ديال تومة يعني على حسب الكمية اللي عندكم هنا يا الرابع اللي طحنتوا معكم والبارحة وصبتوا يعني ساهل زيتوا هنا يا شوية الكامون غادي نزيت تحمير وزيت شوية ديال الملحة لعن بوتنجال فيه الملاح وتشارميل فيه الملحة هنا يزيت شوية ديال الحار يعني حسب الدوق اللي عنده لها سيزيد احسا هي وهنا دلوش جوج ماطيش محقوقين أنا ما كانش عندي واجدة عمل صغير ماطيش هذي كتريت وراذا سهية كتقوم بالواجب ماشي الفريتا ماشي طماطي فريتو اللاخرى كان ساعد بانجال شوية بشوية وقد نعمر ان شاء الله بحول الله بتشارميل موسيقى نجج ديالي من اللي طعب يعني كنرد ضف طاجين باش كنعطي هذيك المداق اولا كانت هذيك منك هذي الفخار كنرد كيغلى كنخلي في شوية المريقة كنخلي تمك بالخبز ده باخرج شام الفران ها هي كيف ما كيف ما وريتها لكم لك كان قرصها جات اغزالة ما نقول لكم شي ما شاهد ماشا الله جات نشكر راسي ونشكر ريتها واحد نشكر راسي راسي الزويت ديالو جا والله العظيم اللي جا بنين بنين اغزال ومكتر جات في ديك النكه ديال الفخار وهنا ديبين جا ديال هوت هو موج دعوت وغاد ان شاء الله ندوز ونتغد واللهم ادي مهن وحفظ من الزوال كانت تمنى تكون قدية مع يوقية مزي وإلى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة